بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف نضيف الـ Extension على الـ Feature Studio Code في البداية ايش يعني Extension؟ هي بكل بساطة عبارة عن تحسينات للمحرب أو للإديتور خلنحكي مواضيع محاضرتنا اليوم بحث القسم لقسمين أول قسم هيتعلق بالمنظر كيف يكون شكل الـ Feature Studio Code والقسم الثاني راح يكون متعلق بالأدوات المحتاجة في تطوير الأجتمال طبعا هذا الدرس راح يتكرر في كل دورة يعني زي CSS راح تلاقي انه في عندك فيديو بيعلمك كيف تنزل الـ Extension الخاصة في CSS خلينا هسا نبلش في أول Extension عندنا وهي الـ Feature Studio Code Icon كيف تنزل الـ Extension في عندنا هون المربعات تكبس عليها وبتعمل هون Search على Feature Studio Code فبدي أمسحها مع بعض هيدا أمسحها من هون Install طب شو حكالي بدي أعمل Reload عشان يرجع يشغل لي الـ Feature Studio Code فبح كيلو سوي Reload هاي رجع اشتغل من أول وجديد بدنا ندوم مرة ثانية على Feature Studio Code أجاب ليها أول واحد وهي الـ Icon كم حدا منزلها؟ 11 مليون فبتعمل لها انستون شو الفايدة منها أول إشي؟ الفايدة منها لما ننشئ إحنا فولدرات كل فولدر نطلع له آيكون عشان نفهم الـ Feature Studio Code يأخذ هاي الـ Extension فقط من نكبس هون Feature Studio Code Icon طب شو اللي صار هسا؟ خلينا أعطيك مثال بسيط وهون الفكرة بكل بساطة كل ما تنشئ ملف أو فولدر إلو معنى رح يظهر لك الآيكون الخاصة في اللغة يعني مثلا أنا بدي أنشئ ملف HTML فرح يظهر لي على الملف آيكون الخاصة في الـ HTML خليني هسا أوريك مثال على فكرة الآيكون بتروح من هون على الفايل طب هاي محاضرات الـ HTML هنشرحها إن شاء الله في المحاضرات القادرة لكن اطلع هون أنا في عندي فولدر Images حطلي هون على الفولدر صورة فالفولدر إلو معنى صار كما أن هنا أنا مستخدم ملف الـ index.html يعني هذا ملف عبارة عن HTML فحط لي هون HTML5 طب مثال ثاني هاي نيو فايل بدي أنشئ ملف CSS رحكيه مثلا هون style.css طلع كيف حط لي هون CSS3 فالموضوع يكون جدا سهل و بسيط الاكستنشن الثانية رح تكون متعلقة في الـ style فراح ندور مع بعض على community material theme هاي أول واحدة طبعا بتنزلها زي ما نزلت قبل شوي الـ visual studio code بكل بساطة هتلاقي عندك install حتيجي هسا على set color theme set color theme كل ما تنزل على واحدة رح يتغير شكل theme موجود عندك في الـ visual studio code وانت بتختار الشكل بناسبك ونيجي هسا للـ extension الثالثة وهي error lines error lines جدا مهمة نعمل لها install طب شو الفكرة منها؟ الفكرة منها بكل بساطة لما تكتب اي code خاطئ مباشرة بطلع على نفس السطر ها تقول لي كيف؟ يعني لو طلعنا هون فرح تلاقي بيحكي له انك انت ناسي تضيف قوس يتفاتح القوس وناسي تسكره فاعطاك التحذير على نفس السطر يعني بيساعدك بشكل مباشر فمهمة جدا هاي الـ error line والـ extension الرابعة عندي إياها اسمها color highlight هايها اول واحد نعمل لها الـ stone شو الفكرة منها؟ لما تكتب انت اي كلام بطلع لك مباشرة اللون اللي انت كاتبه متأكد رح تحكي لي ايش هالأرقام هاي بيسموها hexacode علمك إياها ان شاء الله لما قبت بهذا الرقم فهذا معناته لللون الأحمر فمباشرة بطلع عندي مربع لللون الأحمر فمهم جدا انك تنزل الكلام highlight لتساعدك انك تعرف شو اللون اللي انت كتبته والـ extension الخامسة اللي عنا إياها هي اسمها image preview هدف الـ image preview هي تعرض لك الصورة لما انت تنادي عليها هدولي كيف طلع مثلا هون هون منادي هو على باث الايكون هدولي ايش يعني باث مثلا انت بخزن الصورة على الدسكتوب فاخذت الصورة هاي بحطيتها هون مباشرة رح يعطيك شو هي الصورة هاي تركي فعطاني اياه هون فبحكي لك انه مثلا هوا الباث يجيب لك هاي الصورة فالـ image preview رح تساعدنا بشكل كبير انه نعرف انه احنا كتبين الباث بشكل صحيح او لا والإكستنشن الثالث سال عندنا اياها هي اسمها بريتيار كود فورمال وهي جدا مهمة فكرتها بكل بساطة انت ركتب لي الكود هي صوبورت لعدة لغات من اهمها جابا سيكريبت في تايب سيكريبت في عندنا css في عندنا الـ html في عندنا الانجولر في عندنا الـ view يعني هي صوبورت لعدة لغات من نزلها مع بعض منعمليها انستول وكيف رح نطبقها خليني مثلا اوريك مثال الناس داخل هذا الملف ما تركز على الكود تمام ما تركز على الكود ما تركز على الفكرة هس تطلع معي انه هذا كله على سطر واحد لو عملت زي هيك فهذا الحكي مش منطقي تطلع كيف عندي بداية فهنا في عندي نهاية لكن تطلع الـ image كيف في فراغ هون اذا عملت right click ورحت على format document شو صار؟ تجعل اليهم كلهم على سطر واحد طبع في كمان طريقة احسن كيف؟ بس بعمل control s بعمل format وبسيف كيف بدي اعمل هاي الطريقة؟ اني اعمل فرمات للكود باستخدام control s الموضوع جدا بسيط اول اشي بدي اروح على الـ manage بعدين على setting بدي اعمل search على format on save وهايها اول واحدة format on save وعمل عليها check بعد هيك كل ما تسوي control s بعمل save و بعمل format للملف اتمنى تكون الفكرة صارت واحدة والإكستيشن السابعة اسمها indent rainbow هتقول لي ايش هي هال؟ اكيد انتبهت على الالوان الموجودة عندي كل tab يعني مساحة موجود في عندي في الهنون طلع التاب الثانية في الهنون التاب الثالثة في الهنون هذا الاشي رح يساعدك على قراءة الكود بشكل واضح طب كيف ننزلها؟ نروح على الاكستيشن اسمها indent rainbow بتنزلها مباشرة رح يتفاعل عندك الالوان والاكستيشن الثامية هي اسمها بلو كود جدا مهمة طيب ليش؟ مثلا انا بدي اصور المشكلة وابعثها لحد يساعدني في حالها فالموضوع جدا بسيط استخدام هاي الاكستيشن بعد تنزيلها بتروح انت على اي ملف بدك تصور في الكود طيب تمام شو منيعمل؟ بتعمل control shift وبي بي من بيبول بي من بروجيكت هي هاي بي عشان تفرق بينات كمام؟ control shift وبي هاي في اجستي الويندوز طيب في اجستي الماك command shift بي وبتدور على ولو كود هاي ها اول واحدة اكبس عليها مباشرة رح يفتح لك مافذة على اليمين مثلا انا بدي اصور هاي الامج بظلل عليها زي هي بعدين بسوي control s بعدين بعمل control v مرة ثانية ضللت على الاشي البندية سويت كوبي control s بعدين جيت هون عملت control v بقدر اضبط الشكل بحكي لك اه شايف من هون تقدر تكبر الصورة تقدر تسغيرها على حسن ما بدك هسا هي الصورة ممتازة بعمل من هون تصوير وما شرطان بحكي لي وين حاب تسيب الصورة هاي عندي سكتوب على ال download شو اسمها الموضوع برجائنا لكن اتوقع الفكرة صارت واحد الاكستنشن التاسع عندي اياها اسمها auto closing tag بعد ما تنزلها مثلا انا بدي اضيف براقراف حكيت لك عنها في المحاضرة السابقة فمثلا بعمل هنا اشارة الازمة هاي بيه معنات براقراف وبسكر التاج مباشرة شو سوالي اعملي close tag وهي هاي وظيفة الاكستنشن انها بتعمل لاي tag close بشكل مباشر والاكستنشن العاشرة اللي عندنا اياها اسمها auto rename tag فبشو فكرتها بعد تنزيلها نروح مثلا على براقراف بدي اخليها مثلا انا header one header one معناتها عنوان لكن انتمهت شو اللي صار امي انا بعدل على البوبن تاج والكلوز تاج نفس الوقت وهي هاي وظيفة الاكستنشن اسمها auto rename tag اتمنى تكوني فكرة وضحة والاكستنشن رقم 11 هي باث انتينيسنس فكرتها جدا مهمة وهي بتساعدك ان توريك الباثات الموجودة عندك داخل المشروع فكرتها راح توضح معك بشكل كبير لما بلش نطبق خلال الدورة لكن لازم تكون عندك والاكستنشن رقم 12 هي اسمها live server عليها تقريبا 22 مليون تنزيل راح تساعدنا انو نعمل run لصفحة الاستمال ونعمل هران باستخدام live server اتمنى كانت افكارنا راضحة وسهلة ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافل ويعطيكم العافل شكرا